موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية والبداية بالعنام موسيقى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهني ألي ملك بلجكة بذكرى يوم الملك لبلاده موسيقى سمو ولي العهد يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة في الرياض موسيقى وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الثامن وثلاثين في مملكة البحرين موسيقى موسيقى أهلا وسهلا بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتين تهنئة لجلالة الملك فيلب ملك مملكة بلجيكا بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية حفظه الله أعلن إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير ربحية التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم لتكون المدينة نموذجا ملهما لتطوير القطع غير ربحي عالمية وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير ربحية المحلية والعالمية وصرح سمو ولي العهد المؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة قائلا ستساهم المدينة غير ربحية الأولى من نوعها في تحقيق مستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل وذلك من حيث ما ستوفره من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات كما ستضم جملة من الخدمات التي ستساهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة وأضاف سمو ستحتضل المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي على العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك وستشمل على مركز للمؤتمرات ومتحف عالمي ومركز الإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات وكذلك معهد ومعرض للفنون ومسارح للفنون الأداء ومنطقة ألعاب ومعهد للفنون فنون الطهي بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل وستعمل المدينة أيضا على استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم وتقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير ربحية الأولى من نوعها على أرض خاصة بسمو ولي العهد حفظه الله بحي عرقى بمحاذاة وادي حنيفة على مساحة تقدر بحوالي ثلاثة كيلو مترات وأربعمائة متر مربع والتي خصصها سموه الكريم رعاه الله لتنفيذ المشروع ويجسد المخاطط الرئيس للمدينة حاضرة رقبية متقدمة محورها الإنسان كما تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاء إضافة إلى تخصيص أكثر من أربعة وأربعين في المئة من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة الجدير بالذكر أن الإعلان عن المدينة جاء بهدف إيجاد منظومة حيوية تمكن المواهب السعودية الشابة بالرسم مستقبل المبلكة والعالم وذلك بالعمل على تشجيع التعلم وتنبية المهارات القيادية لدى الشباب كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول سير مراحل مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية خلال الأشهر القليلة القادمة عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين اجتماعهم الثامن وثلاثين وأكد صاحب السمو الملكي لبيل عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية أن الأمن والاستقرار في دول الخليج مضرب مثل مقارنة بما هو حاصل في أوضاع متردية لبعض الدول التي فقدت أبسط مقوبات الأمن والاستقرار بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون دول الخليج العربية معالي الأمين العام للنجلس الأخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وأنا ألتقي بكم في الاجتماع الثامن والثلاثين لمجلسكم الموقر بمملكة البحرين الشقيقة أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله وتمنياتهما لقمى في التوفيق في اجتماعنا هذا كما يطيب لي أن أعلم عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي الفريق ركن الشيخ راشد من عبد الله الخليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى ما بذل من جهود خلال فترة ترأس مملكة البحرين للدورة الحالية للمجلس والشكر موصول لمعالي الأمين العام لمجلس دول التعاون والأخوة في الأمانة والمساعدة الشؤون الأمنية بالأمانة والمجلس على ما بذلوه من جهد واعداد لهذا الاجتماع أصحاب السمو والمعالي أيها الأخوة أن الأمن والاستقرار في دولنا وهو الله الحمد مضرب مثلا في مقارنة بما هو حاصل من أوضاع متردية لبعض الدول التي فقدت أبسط مقومات الأمن والاستقرار وذلك بفضل الله ثم بالتوجيهات من قيادتنا الحكيمة والدعم والمساعدة لكل جهد أمني في مواجهة الإرهاب والجريمة ومكافعة المخدرات وكل ما يخل بأمن وأمان المواطن والزائر والمقيم وقد أصبحت مسؤولياتنا كبيرة ومتعددة للحفاظ على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار وتطور ونماء وهو الأمر الذي يوجب علينا المزيد من التعاون والتنسيق فيما بين أجهزتنا الأمنية ليكون المستقبل بإذن الله أكثر أمنا لتواصل مسيرة البناء والازدهار لتلبية ما يريده قادتنا وتتطلع إليه شعوبنا أصحاب السمو والمعالي أن التحديات التي تواجه الأمن كثيرة سواء ما يتعلق بالجريمة المنظمة أو تهريب المخدرات أو الإرهاب أو التسلل عبر الحدود مما يتطلب جهودا مشتركة لمواجهة مثل هذه التحديات وأنني على يقين أننا قادرون بتعاوننا المشترك على المواجهة والقضاء على كل تحدي أمني وختاما أيها الأخوة أسأل الله عز وجل أن يبارك اجتماعنا هذا وأن يكلل جهودنا جميعا لتحقيق حياة أكثر أمنا وتقدما واستقرارا لمواطني دولنا والمقيمين بها والوافدين إليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية مبلكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وذلك على هامش أعمال مؤتمر صير بن ياس المقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ولوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أكد المتحدث الرسمي الوزارة الصحة دكتور محمد العبدالعالي على همية أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة وذلك لتعزز مناعة المجتمع الجرعة التنشيطية باختصار تعزز المناعة بمعنى أن الدراسات العلمية أثبتت بأن المناعة مع الوقت والأجسام المضادة تنخفض وبعد مرور الأشهر تصل إلى مستويات قد لا تكون كافية لا لحجب الإصابة والحد من مخاطر الانتشار أو اكتساب العدوى ولا حتى من الحد من الإصابة بالعراض الشديدة لذلك من المهم تلقيها لتعزز مستويات المناعة ورفعها مجددا إلى مستويات عالية تكفل تحقيق ذلك فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد الحامد أن الوزارة مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من التزام الجميع بإلزامية التحصين للدخول إلى بقار العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية داخل مقار العبل لضمان بيئة عبل آمدة صحية بلغت نسب المحصنين في القطاع العام بجرعتين أو أكثر حتى الآن 95.5% في القطاع العام وهذه نتيجة حقيقة مبشرة بالخير ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الجائحة آجلاً غير آجل وهذا دليل على الوعي المجتمعي في منشآت والقطاع العام أيضاً لدينا نسبة المحصنين في القطاع الخاص بجرعتين أو أكثر حتى هذه اللحظة 92.5% نؤكد حقيقة على أهمية استكمال التحصين بالحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بالنسبة لمن تلقوا الجرعة الأولى تجاوز إجمالي عدد الجرعات المطاطب لقاح كورونا في جميع مناطق المملكة أكثر من 46 مليون و700 ألف جرعة إذ بلغ عدد المحصنين بجرعتين باللقاح كورونا أكثر من 21 مليون وتسعمائة وتسعين ألف فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 24 مليون و399 ألف شخص من سكان المملكة وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة سجلت 30 إصابة جديدة بالفيروس و73 حالة متعافية كما سجلت حالة وفاة جديدة رحمهم الله شهد الكرام نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل بمشاركة من القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الكويتية الشقيقة انطلاق مناورات تمرين رماية الخليج أهلا بكم مجددا تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية السامية في فعاليات معرض دبي للطيران في دورته السابع عشر والذي يشهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع حيث من المتوقع أن تكون نسخة المعرض هي الأضخم منذ انطلاقها وتهدف مشاركة سامي إلى التعريف بأبرز تطورات القطاع وما يشهده من خطوات متسارعة وحراك غير مسبوك لدعم مسيرة توطين القطاع وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة تستمر مناورات تمرين رماية الخليج بمشاركة من القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الكويتية الشقيقة وقوة سبارتنا الأمريكية الصديقة ويهدف التمرين إلى تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة وصديقة وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية بتنفيذ العديد من التكتيكات العسكرية والتدريبات على عمليات القيادة والسيطرة والتدريب على الرماية المباشرة وغير المباشرة وتحسين التوافق والتنسيق بين المعدات العسكرية أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد أول منتج تأميري لتغطية المركبات ذاتية القيادة والمخاطر المرتبطة بها في سوق التأمين السعودي وتمثل هذه الخطوة استمرارا لجهود البنك المركزي السعودي في تقديم حلول تأميرية مبتكرة لمواكبة التطورات التقنية والصناعية التي تشهد تطورا ملحوظا في المملكة تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وضمان توفرها للإسهام في تلبية احتياجات السوق السعودي وعملاء شركات التأمين وتوفير أدوات إدارة المخاطر اللازمة اختتم الملتقى الثالث لقادة برامج ومكاتب تحقيق الرؤية والذي تواصلت فعالياته على مداره 13 يوما تدريبيا بعنوان استشراف المستقبل ودورة في التخطيط الاستراتيجي في الأجهزة الحكومية نتابع تحت عنوان استشراف المستقبل ودوره في التخطيط الاستراتيجي في الأجهزة الحكومية اختتم الملتقى الثالث لقادة برامج ومكاتب تحقيق الرؤية بتنظيم معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة شعار الملتقى في هذا العام هو استشراف المستقبل ودوله في التخطيط الاستراتيجي في الأجهزة الحكومية لأننا عارفين مع جائحة كورونا والتغيرات المستقبلية العالمية لازم نعد أنفسنا ونمكن أنفسنا من استشراف هذا المستقبل بالأدوات العلمية كان في الملتقى أوراق متعددة تناولت موضوع استشراف المستقبل من جوانب العملية أنا مساهمتي كانت في موضوع كيفية بناء تقافة استشراف المستقبل 62 خريجا في هذا الملتقى مثلوا أبرز القيادات في القطاعات الحكومية على مستوى المملكة بجانب احتضانه العديد من الموضوعات الرئيسية أبرزها استغلال الفرص المستقبلية لتحقيق إنجازات وطنية للأجيال الحالية والمستقبلية التخطيط الاستراتيجي في عالمنا اليوم بدون موجود أدوات رقمية تساعد على متابعة الأداء أصبح صعب جدا اليوم في منصة أهداف نحن نتيح لك أتمتة متابعة التخطيط الاستراتيجي بشكل كامل ابتداء من تعريف الأهداف تعريف المؤشرات ربطها بالمبادرات بشكل تفصيلي نحن اليوم الحمد لله موجودين في ملتقى القيادات الحكومية يسعدنا أن نشارك هذه المعرفة وهذه التفاصيل مع كل الزوار في هذا المعرض وفي هذا الملتقى المبارك إن شاء الله استفدنا حقيقة من الملتقى يعني شيء يثلج الصدر أنه موجود في المدينة المنورة وعندنا في المملكة العربية السعودية والمحاضرين من أبناء الوطن وإن شاء الله الكل يفيد بما تلقى في هذا الملتقى إن شاء الله تعمل مكاتب الرؤية بمنهجية واضحة وخلق شراكات نوعية محددة التوجهات والخطط الاستراتيجية لضمان تحقيق الأهداف وفق طموحات القيادة فدوام طبقاني المدينة المنورة في جولة تتضمن ستة مدن سعودية للبحث عن أبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة يصل واعد إلى محطته الخامسة في المدينة المنورة ويستعرض حقيبته الإبداعية في بيئة تنفسية في جولة تتضمن ستة مدن سعودية يصل فريق مركز واعد إلى محطته الخامسة لاستكمال رحلته في البحث عن أبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة حيث وقف في هذه المحطة بجانب شريكه الاستراتيجي وقف نماء المنورة هذه الجولة لريادة الأعمال هي تعتبر منصة إعلامية مجانية لكل رواد الأعمال فبالنسبة لنا الأخوة المتأهلين يمرون بعدة مراحل تأهيل هذه المراحل بحد ذاتها تساهم في أن تخلي كل واحد من أخواننا هذول رواد الأعمال يعني perfect ويحسن من طريقة عرضه لمشاريعه فهذه بحد ذاتها هي تجربة تطويرية لراءة الأعمال في حال تأهل فهو يدخل في أكو سيستم كامل ومرحلة من الابتكار إلى التنفيذ فهو يدخل ويانا في حاضنة الأعمال ويتلقى تدريب لمدة سنة كاملة وبالإضافة إلى ذلك يعني ممكن أن يدخلوا في فرصة ثمارية من خلال رأس المال الجريء وطبعا في هذه الحالة أن نكون نحن شركاء في النجاح على مدى يعني سنوات عديدة إليه إن شاء الله يصير من شركة محلية إلى شركة عالمية هي شراكة امتداد لما تقوم به نماء من دعم رئيسة العمال في المنطقة ودعم منظومة العمل الحر ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية فوجد أنه فيه تقاطع بيننا وبين واعد في هذا المجال تحديدا في ريادة العمال فاستضفنا كنا شركاء معهم في استضافة هذا البرنامج لمنطقة مدينة نورة لإثراء أو دعم ريادة العمال في المنطقة بيئة تنافسية على برامج دعم متميزة برأس مال جريء يصل إلى 19 مليون ريال بينما يصل برنامج القروض إلى 5 ملايين ريال نحن ركزنا اليوم على العجوة صنعنا منتجات تحولية مميزة بإذن الله أن نقدمها في جولة واعد طبعا واعد من فترة طويلة قدمنا عليهم تقريبا قبل أكثر من 6 شهور وكنا في انتظار الجولات تقدمنا من مرحلة إلى مرحلة إلى أن وصلنا تقريبا 6 أو 8 شركات اليوم في التنافسية في المدينة المنورة واعد قدم عدة أشياء بالنسبة للمشاريع التجارية سواء كانت الناشية أو كانت اللي هي لسه ما بدأت الفكرة حتى في النمو تقدم في تطوير المنصات الإلكترونية تستفيد من خبرتها التجارية صناعة اللي هو البزنس موديل دراساتها الجدول للمشاريع فأعتقد كل هذه الخبرات بناس مرت عليهم مشاريع جدا كثيرة وما أن واعد تابع لرامكو لها باع طويل في هذا المجال نحن مستفيدين منهم في هذا المجال أثرت لنا التجربة في التطبيق الإلكتروني الخاص مننا وكذلك ساعدتنا في أن نحن نطور من أفكارنا التسويقية والحملات التسويقية التي نقومنا فيها تعد الشركات الناشئة مكونا رئيسيا للنمو الاقتصادي لهذا يأتي مركز واعد مع شركائه الاستراتيجيين داعمين هذا النمو صانعين فرص الدخول إلى السوق ابتداء من الإلهام مرورا بالدعم والانتهاء بالتمكين فدوان طبقاني المدينة المنورة كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع إنتاج المملكة من الفواكه بنسبة تقارب من 200% خلال 6 أعوام الماضية وقالت وزارة التجارة عبر حسابها في تويتر إن إنتاج المملكة من الفواكه ارتفع إلى 2.5 مليون طن في عام 2020 مرتفعا للإنتاج السابق بـ 930 ألف طن وللحديث أكثر ينضم إلينا من الدمام مراسل أخبار السعودية الزميل طارق الغامدي أهلا بك طارق أرقام كبيرة وقفزات عالية في إنتاج المملكة من الفواكه ماذا لديك حول هذا الموضوع؟ نعم سامة المملكة العربية السعودية حباه الله بتضاريس عدة استطاعت من خلالها أن تكون قادرة على أن تحقق العديد من الإنجازات في المجال الزراعي والنباتي خاصة في المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية هي تعتبر ثالث منطقة من الإنتاج الزراعي في المجال النباتي طبعا حققت في مجال فواكه زيادة بنسبة 38% بالإضافة إلى في المجال الخضروات بنسبة 78% بالإضافة إلى التمور حققت أكثر من مئة في المئة التي تصل إلى 111% وهذا يؤكد على الاهتمام الذي تحققه أو تحقق يعني الاهتمام الذي تحصل عليه هذه المنتجات من قبل الجهات المعنية طبعا تأتي في مقدمة المواقع في المنطقة الشرقية هي الهحساء وأيضا القطيف تأتي بعدها الجبال وقرية العليا في المنتجات طبعا أبرز منتجات في المملكة هي الفراولة والتين بشكل واضح بالإضافة إلى بقية المنتجات من الفواكه طبعا هناك يعني عدد لا بأس من البيوت المحمية تقدر بحوالي أكثر من 9000 بيت محمي متوسط مساحة هذه البيوت المحمية كل بيت محمي تقريبا ما يقارب 300 متر مربع هذا دليل على أن الإنتاج النباتي بالذات في قطع الفواكه والخضروات سوف يكون بشكل كبير بإذن الله تعالى خلال السنوات القادمة بالإضافة إلى اهتمام في هذا المجال بالإضافة إلى أن المنطقة الشرقية تزخر بعديد من المواقع التي يسمح لها أو تربطها التربة لديها تكون يعني زاخرة ومهيئة لأن تكون ذات يعني قبول لإنتاج منتجات زراعية مختلفة في جميع الجوانب بالإضافة إلى أن هذه المنتجات لا تقتصر بس في المنطقة الشرقية ولكن يتم توزيعها لبقية مناطق المملكة ومقية مناطق المملكة أيضا تصدر أو تكون هناك منتجاتها في المنطقة الشرقية المملكة أسامة لها فيها العديد من المنتجات التي كانت لها شيء جميل وشيء قوي تعتبر جازان من أكبر المناطق التي تنتج أجود وأفضل أنواع المنغة في العالم بالإضافة إلى أن الجوف تنتج جيت الزيتون أيضا بالإضافة إلى منطقة الطايف والورد الطايفي الرمان في منطقة الباحة الحب حم في ساجر وفي مناطق أخرى إذن المنطقة المملكة كلها والله الحم يوجد بها العديد من المنتجات ليست فقط داخل المملكة ولكن خارج المملكة أيضا يعطيك العافية زميلنا طارق الغامدي من الدمام شكرا جزيلا لك دمر تحالف دعب الشرعية من يمن لغما بحريا جنوب البحر الأحمر زرعته الميليشيا الحوثية الإنهابية المدعومة من إيران وأكد تحالف دعب الشرعية أنه تم إزالة وتدمير مئتين وسبعة لغم بحري نشرتها الميليشيا الحوثية بشكل عشوائي في البحر الأحمر وعضف التحالف أن الألغام البحرية الإيرانية الحوثية تمثل تهديدا خطيرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية بشهد الكلام ما نشرتنا انتهت بقياء نذكركم بعناوينها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك بلجيكا بذكرى يوم الملكي لبلادي سمو ولي العهد يعلن إنشاء ولمدينة غير ربحية في العالم بحي عرقا في الرياض وزراء داخلية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الثامن وثلاثين في مملكة البحر شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة